قطاع تجارة التجزئة قطاع المنفكشنج طبعا الصناعة قطاع البنوك وقطاع الفندقة وقطاع الانشاءات ونحن على وشك أن ننشأ قطاع آخر من قطاع الـ IT و تلكميليكيشن هذه المجالس فيها ثلاثين أعضاءها من قطاع نفسه من مدراء الشركات وأصحاب الشركات هذين يتولون البحث عن حاجات السوق في قطاعهم ويحطون برامي التدريب والوزارة بترجع كل رسوم التدريب هذا يا دكتور كيف سيكون أثره على الأرض على عدد العاطلين هذا الآن قاعد يجري وأنا أعتقد أن إذا قدرنا نطور التدريب في البحرين ونطور ظروف العمل في القطاع الأهلي بإمكان المشكلة للعاطلين عندنا 300 ألف أجنبي لا يمكن أن أضع تاريخ لا يمكن أن أحد تاريخ ما في يعني ليس هناك خطط موضوعة بتواريخ وتعلمته ما في خطط تاريخ أنت تشتغل نحن الآن عدنا في شركة تشتغل مع ديوان وقيل عهد ترى أنهم في سنة بعد 10 سنوان من الآن نحتاج توفير 100 ألف وظيفة حق البحرينيين وهي الآن تساعدنا على إعادة هيكلة سوق العمل وعساس أمو الأحلي ساعدنا في هذا الموضوع ضمن تخطيط استراتيجي عند ولي الأحلي يتضمن أيضا خطر التنمية الاقتصادية وخطر التدريب المهني بينهم ثلاثتهم على أساس أن نسيطر على ظاهرة البطاة بس في غياب في غياب هذا مثل ما تعرف سيكون الأمر صعب دكتور لم يبقى إلا وقت قصير أود أن أسألك سؤال هناك حديث يتردد في الأمم المتحدة عن أن العمالة الأجنبية التي تسيطر على قطاع كبير من العمالة في الخليج والبحرين وإن كانت أقل من نسب الدول الخليج الأخرى هناك توجه لمنحها حقوق سياسية وحقوق مواطنة ماذا تعملون في وزارة العمل لمواجهة هذه المشاريع أو للتواكب مع هذه المشاريع حتى ما تكون مواقع أن الملك أخذ هذه القضية بجدية هناك اتفاقية دولية وقعت من بعض الدول حتى من بعض الدول العربية أيضا وقعت من بعض الدول الاتفاقية دولية تقول اسمها حماية العمالة الأجنبية وأهلها وهذه تأتي حقوق كاملة مدنية للعمالة الأجنبية وهناك حديث عن إعطاهم حقوق سياسية أيضا طيب أنتم ماذا عملتم نحن لا نستطيع في البحرين نعمل ماذا عملنا أثرنا الموضوع في كل موقع خليجي حتى أن الملك طرح الموضوع في مؤتمر القمة الكويتي مؤتمر لا خير مؤتمر مجلس التعاون في ديسمبر الماضي وأنا كنت حاضر حاضر المؤتمر وطرح الموضوع واتفق على أن يكون هو بند رئيسي في القمة الشاورية في جدة وبالفعل أيضا تقدمت البحرين بورقة على ضرورة وضع استراتيجية لمواجهة هذه المشكلة لمواجهة هذا الخطر الداهم على المنطقة وقرر القادة الخليجيين في جدة تكليفنا إحنا وزراء العمل للخليجيين أن نطرح برنامج واجتمعنا في جينيب قبل شهر واتفقنا أيضا أن من الآن لما تجي قمة الكويت أو القمة المقبلة في ديسمبر قمة المقبلة في ديسمبر في أبوظبي بيكون أدنى يعني تصور للزعمة عن طريقة تخفيف من أثارها المشكلة سؤالة خير يا دكتور تحدثت أن قانون العمل الموجود يعمل به منذ ستة وسبعين وأشرت أنه قانون أصبح متأخرا على أنظمة العمل الجديدة في العالم ماذا فعلتم أرسلنا أرسلنا من سودة المعدلة لرجال الأعمال وللعمال قبل سنة رجعوا لنا ملاحظاتهم ثم حاولنا نوفق بينهم ورجعنا المسودة الثانية لا نريد شيء بدون توافق صح بين رب العمل وبين العمل الشركاء الاجتماعيين يعني الحكومة أرجعوا لنا ملاحظاتهم مرة ثانية ثم جمعناها والآن قاعدين نلتقي إياهم كل أسبوع عندنا يوم الأحد يوم الأربع يوم الأحد اللقاء مع نقابة العمل اتحاد العام لعمال البحرين ويوم الأربع مع أصحاب العمل كل أسبوع ندخل مادة مادة وياه المسيشاريين القانونيين بعد أن ننخلص منه راح نسوي ورشة وطنية في آخر السنة وندعو ندعو لها آخرين مفتوح نعم ثم نرفع المشروع إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس النواب ما كانت تتوقعت أنت هنا أنا أتوقع بداية العام القادم يقدم مجلس الوزراء أنا أردت أنه ما يوصل مجلس النواب ولذلك نحن في الوشرة الوطنية راح ندعو اللجنة التشريئية في مجلس النواب ومجلس الشورى لمناقشة أيضا حتى ما يروح إلى الجهات التشريئية إلا نوقش من قبل جميع يعني اللي لهم ستيك هولدنج في القانون دكتور مجيد العلو